السلام عليكم معكم علي من يورك كل سنة وكلكو طيبين يا رب هنعمل مبعد البيتيفور الحقيقة طلب مني اكتر من المرة وكنت مترددة عامله لان المكنة بتاعت البيتيفورة عندي الاجزاء بتاعتها مش عارفة لقيها زي ما حاجات كتير ضعت مني وانا بان الو حاجات كتير استغنيت عنها بس عملتها المرة دي بدون مكنة وبدون ارتص تعالوا طبعوا الطريقة واشوفوا اقولولي رأيكم هتعجبك ولا لا بس دي الاشكال اللي انا اشتغلت عليها معاكم واستخدمت حتى ادوات البليتو بتاعت ولادي هتطبعوا معايا الطريقة وهتشوفوا عملتي ايه الحقيقة عملت اشكال مختلفة واكتر من طعم والشكل كان حلو قوي وكمان خفيف والعجينة واحدة بس وشكلتها بالطريقة اللي انتو شايفنا كل سنة وانتو كلكو طيبين شايفين تقدري تعملي اي باكس زي كده وتقدميه هداية لاي حد بتحبيه ايا كان الحجم ايا كان الشكل الطريقة السهلة بسيطة هتعجبكم ان شاء الله شايفين قد ايه حلو قوي كل الولاد تبارك الله دخلوا معايا المطبخ واتبسطوا جدا واشتغلوا معايا حولي المكونات وهسيبها جوة سندور وصف هستخدم اثنين صفار بيضة واستخدم الزبدة استخدمت ثلاث اوالب من الزبدة دي القالب مية وتلاتاشر جرام هتأكد بالزبط هبوص عليها قبل مكتب المأدير جوه للصندوق وعندي كاكاو وعندي دقيق وعندي هستخدمت زرة ملح واستخدمت سكر البودرة كوبايتين سكر بودرة سكر البودرة اعيار الكوباية اللي استخدمتها متين ميلي لقيت مكتوبة كوباية متين ميلي عشان الناس اللي بتهتم بالجرام نزلت بالزبدة مع سكر ودوبتهم شغلت العجان بسيط لحد ما يلمي السكر عشان ما يترشوا يبهدل الدنيا اول بس ما السكر ينزل مع الزبدة هزود السرعة وابتدي انزل بالبيض اللي هشتغل عليه معكم كل حاجة تبقى مش مش عايزة الزبدة صيحة عايزها يعني متماسكة شوية الجو كان تبارك الله اهم حاجة بقى هنا وكنت مش عالة المكنة انك تنزل الجوانب عشان كله يدوب مع بعض مايبقاش فيه سكر في الجنب او اي حاجة ما نزلتش كلها مع بعض من ده ما جدش مع بعض هنا نزلت بالبيض بالبيض وهنزل بالفانيليا بتستخدمي اللي هي واحدة بكت من الفانيليا دي استخدمتها كلها استخدمت برضو نزلت انا بزرة الملح على الدقيق وهنزل بديق مرة واحدة مش هشغل العجان كتير عليه تدري تعملي الموضو ده كله على ايدك بس هتتعب شوية وانت بتضربي اللي هو السكر مع الزبدة الحد ما لونه يبقى فاتح كده ويدي لون الكريمي هنا بمجرد ان هي تلم كلها مع بعضها هروح قفل العجان هرفاحها بقى خلاص بالشكل ده مش هشغل تاني عشان ما تعملش ملسي ما تسحش مني ما روش هتحكم فيها هبتدي بقى اوزع الاجزاء اللي انا عايزة هاخد جوز اضيف عليه اللي هو الكاكاو اول جوز استخدمته بالكاو حطيت معلقتين ونص كاكاو على حسب الكمية بقى اللي انت عايزها يعني مش هقدر اقولك تحطي قدية ده القوام اللي انا عايزة شايفين عامل ازاي كده ممكن تشغليها على المكنة لكن ما ينفعش تحطيها في ارتوس وانا كنت مرتبة استخدم المكنة بس الاجزاء بتاعتها كانت عندي مش متوجدة مش لقيها مش عارفة حاجات كتير مني ضاعت حاجات كتير عمال ادور عليها مش عارفة لقيها وبعمل شوبينج من على امازون والحاجة بتوت كتير على ما بتيجي هنا عشان انا ضفت الكاكاوف فهيخلي العجينة تتقل شوية تجمد فعايزها ترجع تبقى الليينة معي عشان اعرف اشتغل عليها ضفت عليها نص معلقة من الزبدة زي ما انتم شابين كانت بدرجة حررت المكان وبعدين عجنتها وحطها في كيس هقفل عليها الحد ما اخلص باقي كمية بتاعتها لاني هشكل اغير في لون كل العجين العجينة الخليط اللي احنا اشتغلنا عليه مع بعض هقفل عليها عشان ما تنشفش عشان اقدر اشتغل عليها واشكل عليها الحاجة اللي انا عايزها لو جوي كان حارك وتدخلتها في الثلاجة بس كان عندنا الجوي بارد هاخد الجوز اي ده هاخد جوز اي كمان عندك اي الوان الوان اللي هو الطعام الوان طبيعية صحية تأكدي بس انهاية صحية ومتأكدة منها بتستخدمي منها اللون اللي انس بك ده اللون البنك عشان ولادي بناتي بيحب اللون ده فدخلت اللون البنك عشان اعمل لهم بقى شكل قلوب وفراشات الحاجات دي وانا استخدمت الاول بتاعتهم على فكرة يعني كان ما كانش في قدامي حالي تاني غير ان اعمل كده او ما كنتش عامل بتيفور فتغيير يعني اتصرفوا اللي موجود عندك اشتغل يعني ما تخليش حاجة اه اه تعقادك تخليك تكسلي اعملي كل اللي موجود ده لون تاني لون البربو اللي استخدمته بيبقى لونه حلو قوي والحقيقة كله كان تبارك الله كان عمل مجموعة حيلة عايز اقول اني انا طلعت ثلاث كوبايات دقيق ما استخدمتش الثلاثة كلهم عشان تبقوا عارفين يعني فات حوالي روبع كوباية ما استخدمتهاش وعملوا كمية كبيرة تبارك الله اللي انتو شفتوها دي المكن اللي مرضيتش مش لاي الاجزاء بتاعت عشان اشغلها هنا بقى مسكت جزء جزء اشتغلت عليه العجينة اللي لسه نعمة فكن لازم احط دقيق من عليها عشان اقدر افردها عشان اقدر اشفكل وعمل اشكال اللي انا عاوزها ما تهليش من موضوع العجين وتقولي بتيفور وازاي احط عليه دقيق ما تهليش دقيق مش مش بيسيب اي اثار فيها ولسه زم هو بيحتبس بالهو النعمة بتاعته بيفضل دايب وانتي بتكليه وحسب ريحته وطعمه كل حاجة دي الاولي بتاعت بناتي انا استخدمتها عشان اعمل اشكال كويسة وطلعي الاشكال انتو شفتوها يعني اتصرفت ما ما قلتش ما عنديش مش عارفة عامليه يلا بقى كده لا اشتغلت والله لو مكنتش عندي برضو الحاجات دي كنت اعملت باي حاجات دي عشان انا بحب الحاجات دي جدا خدت الجزء الثاني برضو اللي هو البنافسج فردته بنفس الطريقة كل الخليط اللي اشتغلنا عليه بالالوان المختلفة والحاجات التانية غيرنا عليها اشتغلنا بنفس الطريقة وبتدينا نغير بس شكل القلب من شكل دائري لوردة لقلب لفراشة الحاجات دي كلها وعملت الهلال وعملت اللي هو مستطيل يعني عملت اشكال مختلفة ده الشكل هو في الفرن بيدخل الفرن لازم تبقى مساخانة الفرن قابلها بنص ساعة شايفين ده الشكل بنفسك وتحطيه على درجة حرارة 180 بيات حوالي من 7 دايق لعشر دايق لازم من بعد يعني عايز اقولك بالزبط بالزبط رأبيه من بعد خمس دايق لانه هو خفيف قوي 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 وممكن تقولي ده لسه ما استواش ده لسه طري وهو خلاص استوى يعني اوعد سيبيه في الفرن اكتر من عشر دقيق يبقى انت كده ضيعت خاصة لو هتعملي نفس الارتفاع اللي انا هشتغل عليه ده برضو هو الشكل المسطيل انا عملت اكتر من شكل اشتغلت عليه ده بالفانيليا بس هاتي بقى كل حاجة موجودة عندك في البيت شوكلاتة ايسنج كريما نوتالا جالي كل حاجة جاهزيها وهاتي الولاد دي اشتغلنا عليها هنا بقى الاولي بديب ديب تحت دي كانت موجودة عندك وتجايبها من مايكل ولقيتها بقى قلتي كويس اني لقيت حاجة برضو ايه تعمل اشكالكو مختلفة يعني الطعم هاي اللي مش عارف اقولي التانية وحاييه تبارك الله عايزاكو تعملو تقولولي رأيكم حاسبلكو المقدير زي ما عملتها بالزبط وما اخدش مني وقت يعني كنت فاكرا ان انا مش هعمل اكل نهاردة وهجوع البيت بس هو فعلا خلص ويداني كمية تبارك الله مش عارفة الكيمية اللي انا صورتها لكو دي كانت فيه تاني في الصواني جنبيها شايفين كل ده اللي موجود حتى ما صورتش كله يعني كل ده كان من ثلاث كبيات الا ربع تبارك الله تبارك الله حقيقي ما شاء الله ولا قوة الا بالله بصوا خفيفي ازاي اللون حلو قوي قوي ده اللون المفضل اللي بيناتي عندي اللي هو الجيل الفراولة عندي جوز الهند عندي سبرينكلز عندي الوان مختلفة يعني مية عندي الايسنج اللي خليكو لو عايزين تعملوا الايسنج ما عندكمش اي حاجة وعايزين تستخدموه هاتوا اي سكر بودرة اهم حاجة يكون سكر بودرة ده انتوا جابينه من بره ما يفعش انت يعمله في البيت عشان يبقى ناعم قوي وتحطي عليه مثلا هاتي معلقتين سكر وحط عليهم معلقة واحدة عصير اللمون وتقليبيهم مع بعض كويس جدا وبعد كده تقدري تحشي به مكان المربع كده من النص تحطيه في هو مكانه البديل بتاعه او تعملي الاشكال ان انتوا هتشوفوها على شكل اللي هو القلوب البوني بتاعتي اللي انا اشتغلت عليها في البيتفور عملت خطوط لونها اخضر عليها كده وبتغني من الجناب تحطي ده وتحطي سبرينتلز اي حاجة موجودة عندك اشتغلي عليها او جوز الهند شوكولاتة او مكسرات اللي انتوا شفتو ده انا اشتغلت علي اللي موجودة عندي طلعته كله اعدت اشتغل عليه وولادي معايا يعني كانوا تبارك الله كله مزقطت يعني كله نمت اخر مفيش غري انا دلوقتي اللي اعدمت اللي جاوب بس اجلي صوت مش عارف اذا كنت هادر احطلكو لفيديو النهاردة ولا لا فاتمنى اقدر اننزلها لكم بصوا خفيفي ازاي حلوة اوي اوي اهم حاجة تخلي بالك وانتي حطا في الفورن احسن تسيبيه يبوز منك وينشف بسرعة هنا حطيت استخدمتي هنا شوكولاتة عندي شوكولاتة عملت شوية ملتي جوه الماكرويف عشان اقدر احطهم في النص واستخدمتي برضو النوتلف اللي هو الشكل اللي هو بتاع اللفز بتاع الشجر اللي هو ورع الشجر ده يعني اغيرت عملت اكتر من طعم وزاي ما قلتلك في النهاية انتي اعمال اللي موجود عندك اللي انتي بتحبيه اي حاجة هنا برضو حطيت من الجناب وكان عندي لوز كويس مبشور او مش عارفة بيقولوها ازاي واستخدمته كده مجرد ديكور وتغيير كمان في الطعم ده شكل الهلال حشيته برضو هعمل شكل شوكولاتة وهدي في التاني الايسنج هعمل اكتر من حاجة هنا برضو ده الايسنج اللي هو عملته وعليه اللون الاخدر دفت عليه اللون الاخدر جيب عندي الوان طبيعية ساعات بستخدمها يعني اذا افتكرت او احتجتها ده شكله كده بتعملي اي شكل اي شكل يعني ما بتبقش ملتزمة بشيء معين هنا بستخدم الفراولة كان عندي مش مش بس مش عارفة دي استخدمت فراولة اي حاجة يعني زي ما انتم شايفين بزبط مش ملتزمة بشيء معين يعني انا عدت العب يعني اهو بالشكل ده القلوب البني اعملتها كده ودي النتيجة شايفيني النتيجة عاملة ازاي ثلاث كبيات الربع دقيق دي كمان انتم شايفينها لسه فيه تاني اديها تاني تبارك الله ويمكن اكتر كمان زي ما انتم شفتوه هي على الارض لسه قبل ما اشكلها حقيقة بارك الله حلوة قوي قوي سهلة بسيطة غير مكلفة كل ما احتاجها شوية دي شوية زبدة اتنين صفار بيد واحدة بنالية مفيش لبن هنستخدمه مفيش مية دفنها زرة ملح حاجات بسيطة الحاجات اللي تقداري تعمليها في البيت طريقة سهلة حلوة قوي عجباني وبسيطة تقداري برضو زي ما قلنا في البداية تعملي اي باكس جميل كده تقدميه لضيوف احبابك هدايا اه امعرفش الاسعار عندكم ايه عشان اقول لكم يعني هتوفري قد ايه بس يعني هتوفري كتير دي كانت طريقتي يا رب تكون عجبتكم وكون ديفة خفيفة عليكم وكون قدرت ابسط اي شيء ومش عارفة اقول لكم ايه انجو يا جماعة وصلوا الفيديو على نسبة لايك لو عجبكم الفيديو ولو اول مرة بتزوروا بقناة وعجبكم الفيديو تغطوا على كلمة اشتراك بيظهر الجرس بتتغطوا عليه الكل بان كل وصفاتي توصل لكم هسيب لنكي قناتي التانية قناة حبيبة في امريكا جوا سندو الوصف شجعوني عليها و لايك وكل سنة وكلكو طيبين الخطير بيدوب دايب ناعم سهل بسيط هسيب لكم كل حاجة ولو عندكم اي استفسار اكتبوه ان شاء الله بمجرد ان نشوفها رد عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة